موسيقى طيب السيدات والسادة الكرام كثرة الكلام على مسألة العربيات اللي من حق المصريين العاملين في الخارج أو المقيمين أو المهاجرين لهم ما ينزلوها مصر وتبقى ملاكي وما يدفعش الجمرك بس الوديع تفاصيل طيب نفهم التفاصيل واحدة واحدة وإحنا بنرحب أولا بسادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صديق العزيز أخويك كبير زميلنا العزيز زميل لما كنا كلنا بنشتغل في نفس داية المهنة الرائعة اللطيفة إزا حضرتك يا أستاذ مصطفى صديق العزيز وصد يوسف سعيد باللقاء منورنا أستاذ مصطفى إيه الحكاية الحكاية يا أستاذ يوسف إحنا لازم نفهم في الأول المشاهد يعرف ليه القانونة عمل أنا عندي مادة 88 من الدستور بتقول إيه؟ بتقول إن الدولة تكفل رعاية مصالح المصريين في الخارج وحماياتهم وتحقيق مصالحهم جميل يعني أنا هنا رقم واحد عندي التزام دستوري إن أنا أحقق للمصريين في الخارج مصالحهم وطلباتهم ماشي الدولة استجابت لي دا قبل كده لما عملت مبادرة بيط الوطن صح في الأراضي طيب ظهر مطلب تاني للمصريين في الخارج من سنوات بيتكلموا فيه اللي هو إيه أنا بكون في الخارج وعندي عربية باستخدمها لما باجي أنزل مصر ما بعرفش أجيب عربيتي ما بقدرش أجيب عربيتي بضطر إن أنا بح هناك بتمن أقل وآجي هنا أشتري عربية أقل في الموديلة أو أقل في الوطن أو أقل في القيمة طيب كثرت المطالبات الحكومة المصرية استجابت لمطالب المصريين خلال السنوات دي وحققت الالتزام الدستوري اللي في المدة 88 فدرست وأنشأت مشروع القانون في مجلس الوزر وفج عليه الأربع الماضي وأحل مجلس النواب حل يعني فيه التزام دستوري وفيه استجاب المطالب طيب اتعاملنا إزاي إحنا مع القانون أنا لي السيد يوسف ده تامن دور انعقاد في مجلس النواب يعني أشرف أن أكون عوض مجلس النواب وكيل لجنة خطة والموازنة شفت ظهرتين أول مرة شوفهم أولا السرعة الشديدة في التعامل مع القانون القانون أحيل لمجلس النواب يوم الحد وأحيل لجنة الخطة والموازنة يوم الحد إحنا لجنة الخطة والموازنة عقدنا اجتماع فورا لأهمية القانون يوم لتنين ونقشنا القانون وعدنا التقرير وأدرج في الجلسات العامة وتم الموافق على اليوم جميل النهاردة شفت ظهرة تاني أو مشهد تاني أن جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب كلها والمستقلين بتشكر الحكومة على إعدادها لهذا القانون واستجابتها المصريين في الخارج بكل يعني الطيارات السياسية اليمين والوسط واليسار والمستقلين الكل أجمع وحضرتك يعني كنت موجود معنا وشاهدت ده بنفسك الكل أجمع بكل التيارات والتنوع السياسي على شكر الحكومة على استجابتها المصريين في الخارج وإعداد هذا القانون وعلى الحرفية في صياغة القانون القانون تم إعداده بشكل جيد وشكل حرفي فده ليه القانون نتعامل وكيفية التعامل معه من الحكومة ومن مجلس النواب لما نجي نتكلم عن القانون القانون ببساطة شديدة كده بيتكون من 9 مواد زائد مادة النشر اللي هي رقم 10 10 مواد 9 مواد ومادة النشر بيتكلم عن إيه بيقول في مادة الأولى إن أنا مصري مقيم في الخارج وعايز أستورد عربية طيب الدولة هتعفيني من الرسوم الجمركية ومن الضرائب القيمة المضافة ومن ضرائب الجدول ومن الرسوم التنمية هتعفيني بنسبة 100% صفر في مقابل إيه في مقابل إن أنا قيمة الرسوم والضرائب دي هعملها وديعة بالدولار في الحسابات المصرفية لحسابات وزارة المالية في مصر حلو أنا القيمة دي معفي منها هودحها كفلوسي أنا كمصري مقيم في الخارج فلوسي أنا ملكي أنا وديعة بإسمي أنا عند الحكومة المصرية في الحسابات المصرفية لوزارة المالية ده ببساطة شديدة رقم واحد في القانون طيب القانون ده ينطبق على مين ينطبق على كل مصري مقيم في الخارج وليه إقامة قانونية ثارية طيب هنا أصيرت عدة تساؤلات من المصريين في الخارج ومن السادة النواب طلب لو أنا مصري مقيم في مصر وليه إقامة في الخارج إقامة قانونية ثارية في الخارج هل يحق لي وأنا مقيم في مصر حاليا إن أنا استفيد بالمبادرة أي يحق لك أن أنت تستفيد من المبادرة وشان عدت إقامة طالما أنت ليق إقامة قانونية سارية طيب تساؤل تاني لو أنا مزدوج جنسية لو أنا عندي جنسية مزدوجة يحق ل أن أنا أستفيد بالمبادرة دي أي ويحق لك أنك أنت تستفيد بالمبادرة لأن أنت مصري والجنسية التانية دي إضافة ليك فيحق لك أنك تستفيد بيها طيب السن أكتر من 16 سنة يستفيد من هذه المبادرة من هذا القانون يستفيد من تطبيق هذا القانون الحاجة التالتة أن يكون لك حساب مصرفي مفتوح في أحد البنوك في الخارج مر عليه ثلاثة أشهر طيب إحنا أسرة يحق لنا كأسرة أن إحنا نستورد عربية واحدة ولا نستورد خمس عربيات لو ينطبق علينا الشروط على الزوج والزوجة والأولاد لا نستورد خمس عربيات طالما أن كل واحد فينا بينطبق عليه الشروط السن الإقامة القانونية الحساب هنا استسنم الشرط أن كل واحد في الأسرة يكون لي حساب مصرفي مفتوح من ثلاث شهور يكفي رب الأسرة بس الزوج ويعفى من هذا الشرط الزوجة والأولاد في هذه الشروط الشروط اللي بنتكلم عنها اللي يحق لها الناس اللي هي تستورد طيب نتكلم عن حاجة تاني النظام هيكون النظام إزاي؟ الحكومة هتعمل موقع أنا هدخل أسجل البيانات الخاصة بي على الموقع والخاصة بالسيارة اللي أنا عايز أستوردها وهتحصل لي هتصدر لي موافقة استرادية لمدة سنة على أساس أن أنا استورد وأنزل هذه السيارة أنا بحط السيارة الموديل المواصفات مواصفات السيارة والمواصفات الخاصة بي طيب أنا في السنة دي يعني حصل عند ظروف ومش هقدر استورد السيارة من حق أن أنا أسترد الوديعة بتاعتي خلال السنة بالعملة المحلية لأن استرداد الوديعة سواء خلال السنة أو بعد الخمس سنين بالعملة المحلية ولكن بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد وقت الاسترداد سواء حصل ظرف ومش هستورد وحققتش الاسترداد خلال السنة أو حققت الاسترداد وهسترد بعد خمس سنوات استرد الوديعة بتاعتي بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد طيب أنا خلال السنة دي غيرت رأيي وعايز أغير موديل العربية ما فيش مشكلة طيب ما في خلال السنة الاستردادية بس هشوف بقى لو انت الوديعة لو انت الرسوم والجمارك والضرائب اللي على الموديل الجديد أعلى أعلى هدفع فرج الوديعة أقل لأ أجل ما حد يعني ما حدش التطرق لها ممكن اللاحة التنفيذية تتطرق لها لكن القانون ما تطرقش لها تطرق أنه لو أعلى هدفع الفرج أجل دي ممكن تناقش في اللاحة التنفيذية أن حضرتك عارف أن القانون ما بيستوعبش طبعا كل التفاصيل اللي حتمتزي بتعمل عشان كده عشان بتعالج كل التساؤلات دي طيب أنا هستأذن هطلع فاصل أرجع بعض الفاصل هتكملني في نفس ذات الحدوتة اللي مليانة تساؤلات من المصريين في الداخل والخارج بالمناسبة متداخل ليه هقولك ليه بس استنوا عليها بعض الفاصل اللي جي تقلد ده هو الصح لفلان عامل فيديو على تيك توك ولعلان عامل قناة على يوتيوب ولكل البكش ده هدونا نجد الترحيب مرة تانية بساة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كم إيه لحكاية هنيجي نتكلم فيه تساؤلات تانية أستاذ يوسف عن الموديل هل يحق لي أنا كمصري في الخارج إن أنزل أي موديل لأي سنة ولا محكوم بسنوات معينة هنا القانون تحدث عن إيه لو أنا ملك أول أنزل أي موديل بمعنى إيه يعني لو أنا عندي سيارة موديل 2010 بس أنا الملك الأول اللي رحت الأجانس واشتريتها وهي ما زالت معايا أنا جبتها هزير وسنة 2010 بالضبط كده أنا ملك أول للسيارة يبقى من حجي إن أنا نزل السيارة دي مش من حجي لو أنا مش الملك الأول إلا موديل ثلاثة سنوات بمعنى إيه إنتاج 20 لا 20 21 22 لو أنا مش ملك أول بقى السيارة هنا مستعملة ثلاث سنوات لكن لو أنا ملك أول مفتوحة ملهاش سنة موديل دي حاجة الحاجة التانية فيه التفاجئات جمهوركية مع الاتحاد الأوروبي بإعفاءات جمهوركية طب لو أنا هجيب من أوروبا بقى أنا هدفع الوديعة في حدود الضرائب بس يعني أنا كده عمليا ما عنديش ضريبة وارد عندي رسم التانية ما عنديش رسوم جمهوركية عند الضرائب بس ورسم التانية بيجي حد هنا يسأل طيب لو أنا مقيم في دولة واشتريت من أوروبا لو أنا اشتريت من أوروبا أنا عايش في السعودية مثلا وعاوز أجيب العربية من ألمانيا من أي دولة من فيها الاتفاجئات طيب لو أنا هجيبها منبشرة من هناك أحجز واجيبها يبقى هاخضع للإعفة وادفع قيمة الوديعة بما يعادل قيمة الضرائب بس حلو لكن أنا لو جيبتها من البلد اللي أنا مقيم فيها أنا هجيب مثلا عربية أي نوع من اللي بينتج في الدول الأوروبية بس هجيبها مثلا من السعودية لأ هنا هتطبق عليها إيه الاتفاقية دي حلو طيب أنا جيبت العربية وجيت مصر من حجي أن أبيح حول عليها حظر بيع زي مثلا سيارات المعاقين عشان مستفيدة بمزايا لأ معليهاش حظر بيع من حجي تاني يوم أن أنا دخلت العربية مصر أن أنا ممكن أبيع العربية أو أتصرف فيها ماشي مدة المبادرة دي كام؟ مدة المبادرة دي أربع شهور أربع شهور الناس طيب ليه من خلال ست شهور تحدثنا في ده وتناقشنا في اللجنة مع وزارة المالية ومع البنك المركزي ومع وزارة الهجرة والوزارات المعنية اللي كانت حضرة معنا كانت وجهة نظرهم تمثلت في حشتين الحاجة الأولى أني أنا لو طولت مدة المبادرة قد يكون هناك أثر ثلبي أكبر على صناعة السيارات في مصر والدولة مهتمة حاليا في توجيه رئاسي زي ما حضرتك عارف بالاهتمام بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وإحنا في سبيل ده اللجنة العليا لصناعة السيارات برأس رئيس الوزراء اجتمعت ووضعت عدة خطوات تنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجية استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر وبالفعل إحنا في مجلس النهب هذا الأسبوع أصدرنا أول تشريع اللي هو خاص بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات تم إصدار قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات وأيضا قانون خاص بإنشاء صندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة دول صدروا دول أول خطوات تنفيذية فأنا بشجع صناعة السيارات فمش عايز أطول في مدة المبادرة عشان ما يكونش لها أثر سلبي أكتر على صناعة السيارات في مصر الحاجة التانية عشان ما يحصلش نوع من التراخي عند المصرين المقيمين في الخارج لو أنا خليتها ست شهور طب إيه خليني مش هبدأ دلوقتي هعملها في الشهر السادس طب ما تمدونا مدة تاني فهي المبادرة مرة واحدة مرة واحدة لأن دي مبادرة استثنائية ولمدة أربعة شهور وإيه عندك فترة الاستراد سنة سنة استراد الاستراد تستورد في خلال سنة طيب أنا لو دخلت وحطيت بيانات أو أثبت بيانات غير حقيقية سواء خاصة بي أو سيارة أو بالسيارة أو أي حاجة بيانات غير حقيقية هنا هتطبق علي جريمة التهرب الضريبي التهرب الجمهوري هيعتبروني وحاكموا دي جناية وانا هنزل الاستمارة وحط بيانات غير حقيقية خلاص أنا كده داخل في جريمة التهرب الجمهوري هنا جريمة هتتصدر جناية وهتحاكم كجناية ده باختصار شديد يعني إيه مفهوم القانون ومواد القانون لما نيجي نسأل طيب تأثير ده إيه على المواطن في الداخل زي ما حضرتك قبلها بقى اللايحة تنفيزيها هتطلع إيبتل خلال أسبوعين القانون بيانوس بشكل واضح في المادة 8 على إن اللايحة التنفيزية تصدر خلال أسبوعين من صدور القانون طيب عشان السرعة احنا بنتكلم مجلس الوزر اللي 4 شهر يبدأوا من صدور القانون ولا من الموافق عليه في مجلس النواب ولا من إعلان اللايحة التنفيزية اللي 4 شهر يبدأوا من إعلان اللايحة التنفيزية حلو الكلام نبدأ نسجل البيانات ونبدأ نشتغل وناخد مدة السنة طيب تأثير حضرتكم أنت بتسأل على المواطن في مصر إيه طبعا الفترة اللي فاتت كان فيه انخفاض كبير في إنتاج السيارات نتيجة التدعية لارتباك السياسي والحرب الروسية الأوكرانية وكرونا وكل الأوضاع والتضخم وكل الأوضاع اللي حصلها دي عملت تأثير وانخفاض في كمية السيارات المنتجة وبالتالي انخفاض في كمية السيارات المستوردة احنا بنستورد في مصر أساس يوسف في السنة يعني آخر سنة حسب الإحصائيات الرسمية مستوردين بأربعة مليار دولار سيارات من الخارج احنا عايزين نعظم الصادر ونقلل الوارد وانا عندي عدد المصريين في الخارج من عشرة لأربعة عشر مليون مصري هيستورد منهم عدد كبير لو انا استوردت بالعدد الكبير من المصريين في الخارج هضخ عدد كبير من السيارات في السوق المصري هتؤثر على السوق لان حصل انفلاد كبير في أسعار السيارات خلال الفترة السابقة احنا شفنا الموزعين بتخط أوفر ما يعادل قيمة ثمن السيارة نفسها يعني للسيارة بخمسمائة ألف وممكن الأوفر بتاعها بخمسمائة ألف ولذلك احنا بنلاقي ان السيارة هنا يعني المستعملة موديلات قديمة من سبع أو تمن سنوات تعادل ثمنها الزيرو في الخارج أو الموديل الحديث من سنة أو اثنين فده طبعا كان شكل مبالغ فيه جدا في السيارات فيه مفلات في أسعار السيارات وسوق السيارات صحيح لما هيحصل دخل عدد كبير من السيارات المصريين في الخارج ومعليهاش حظر بيع ومعليهاش حظر بيع فده هيكتر المعروض في السوق فطبيعي انه هاتبط الأسواق احنا بدأنا نسمع النهاردة النهاردة بعد القانون ان فيه بعض أنواع السيارات بدأت أسعارها تنخفت بشكل مباشر عندنا بعض تجار السيارات محتاجين يتحكموا مش يتشين قوله سمح الله يتحكموا في الميادين العامة فده طبعا هيؤثر وده ما بيحصلش بر عاش مش يقولك سلاع عرض وطلب ده ما بيحصلش بر بالضبط كده فأنا لما هزود العرض المعروض نتيجة السيارات المستوردة دي وطبعا هنشوف سيارات أنواع مختلفة وأنواع حديثة وسيارات كهربائية وسيارات كذا هنشوف موديلات مختلفة حتى من السيارات هتؤثر على حركة السيار المرور يعني نوعية السيارات نفسها الحديثة دي هتأثر على حركة السيار وعلى المرور وعلى استخدام الطاقة يعني لها مردود إيجابي كتير طبعا على المواطن في الداخل طيب الدولة هتستفيد قد الدولة هتستفيد زي ما المواطن المصر المقيم في الخارج هستفيد والمواطن المقيم في الداخل هستفيد الدولة هتستفيد الدولة هتستفيد ازاي أنا النهاردة عندي حاجة ماسة للعملات الأجنبية للدولار أنا محتاج عليها التزامات عايز أسددها عليها التزامات إن أنا عايز أشتري مواد غزائية أشتري طاقة أشتري أي منتجات أو أي احتياجات عايزها المواطن المصري فأنا بدفع ده بالدولار في ظل الأوضاع العالمية وفي ظل الارتباك العالمي ده أثر على الاقتصادات كلها بما فيها مصر لأن إحنا جزء مش منفصل عن العالم إحنا جزء من العالم بالعكس يعني الاقتصاد المصري الدولة المصرية كونها استطاعت إن هي تحافظ على الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي وتحقق تنمية حضرتك كنت بتشرح من شوية الطفرة اللي حصلت دي في كل المجالات ده يعني تعظيم سلام تعظيم سلام اللي بيحصل ده فطبعا إحنا في حاجة للدولار ده الدولار اللي هيتوفر ده إحنا هنستخدمه لتحقيق الاحتياجات المواطنين في الداخل فالدولة هتستفيد إنها يتوفر لها عملة صعبة يجي الإخوان يعملوا إيه بقى يقول لك بس قادي الأستاذ مصطفى قالها الدولة عايزة الدولارات يبقى الدولة مش هتردعها لا يا فندم ده مش دين عشان الناس فهم غلط الناس بتردد كلام غلط ده مش دين ده ده فلوسي ده وديعتي زي ما بروح أي بنك من البنوك دي فلوس مثلاً أحمد صلاح صاحبي ده واحد صاحبي فعلاً يا دي فلوس أحمد صلاح جاب العربية حط الوديع عادي في البنك بالزبط أنا لما بروح أحط وديعة باسمي في أي بنك دي فلوسي وده بنك أنا لما بحط الوديعة في الحسابات المصرفية لوزارة المالية هل معنى ده أن ده دين على الحكومة أو دين على الوزارة لا قطع لشك بيقين هو الناس قبل كده لما اتعملت شهادات قناة السويس الإخوان طلعوا قالوا لهم الحكومة ده حكت عليك وهتاخد الفلوس الثلاث سنين عدوا والناس خدت العائدات بانتظام وخلصت مدة الشهادة والناس استردت فلوسها ميد فل و14 أستاذ يوسف الواقع العملي والواقع الحقيقي أسلم الرد على هذه الشائعات زي ما حضرتك ضربت المسأل كل الكلام ده إتجال ساعة قناة السويس هل الناس خدت فلوسها وخدت عائدها ولا لا ده نفس الحكاية ده وديعة بإسمي في الحسابات البنكية المصرفية اللي بإسمي وزارة المالية لكن ده وديعة ما هيش دين على الحكومة المصرية الحكومة المصرية ملتزمة إن هي ترد لي هذه الوديعة بعد خمس سنوات بسعر العملة المحلية بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد سواء كان خلال السنة لو أنا هغير رأيي أو جبت العربية وهسترد بعد خمس سنوات دي ببساطة شديدة ولو في أي تساؤلات لحضرتك أو أي حد على السوشيال ميدي احنا مستعدين حلو جدا طيب هل في مستهدف يعني مثلا أقول والله إنه إحنا متوقعين مش أقول حتى مستهدف في توقعات إنه يا ترى هل ترى إيه التوقع اللي ممكن يبقى جاي في حجم السيارات اللي دخلها وبالتالي الحجم التدفق المالي اللي هيتحط في إطار هذه الوداء إحنا زي ما تحدثنا السيوسف إحنا عندنا من 10 إلى 14 مليون مصري مقيمين في الخارج عندهم تحويلات دولارية في السنة حوالي 32 مليار وعندهم دخل أكبر يعني لو إحنا توقعنا إحنا نتمنى إنه كل المصريين يستفيدوا زي ما قلنا في الأول من المادة 88 من الدستوري إن الدولة تحقق لهم مصالحهم وتحميهم وتحمي حجوجهم وتكفي الحقوقهم إحنا عايزين كل المصريين يستفيدوا من هذه المبادرة لأن دي مبادرة قد لا تتكرر قد لا تتكرر مرة أخرى لكن إحنا يعني متوقعين إن العائد يكون مثلا من 5 مليار إلى 10 مليار ونتمنى إن كل المصريين يستفيدوا والدولة المصريية تستفيد برضي وإن يكون العائد بشكل أكبر سيد مصطفى طبعا إحنا حظنا يا بختنا إن إحنا وإحنا بنجد مكلمة مع وكيل لجنة الخطة والموازنة فكل حاجة بالرقم وفايا شهزار السرد أكتر من رائع أشكرك يعني أنا فهمتك كمان حاجات ما كنتش عارفها بصراحة وفي نفس الوقت أعتقد إن إحنا كده كلنا فاهمين القصة يا فرصة من ذهب جت للناس نورت وشرفت ومخلص المجلس سيادتك مش أنا طبعا مخلص الساعة 8 ومص 9 بالليل وبردو جت لنا فيعني بجد خطوة عزيزة وأشكرك من قلبي أنا اللي بشكرك وأنا بتشرف بحضرتك وبالسيد المشاهدين شكرا طبعا هقولي أنت إزاي تقولي أستاذ مصطفى حتى تعودنا نقولي أستاذ مصطفى يا أستاذ مصطفى ده بعيدا عن الصفة نيابية كنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب نورنا وشرفنا بصورة علاقة بيه تمتد لحوالي دوقتي 11-12 سنة يعني فدي علاقة أخوة وصداقة ومحبة وكل حاجة في الدنيا فأشكره مرة تانية أظن حضرتك كده كل الحدوطة عندك عايز من الآخر هتجيب عربية بسعر بلد برة لا أجنس المش عارف إيه هيتحكم فيك ولا علنان العلنان يقولك حط الأوفر ولا ترتني الترتني يقولك هتستنى 15 ولا مش عاجبك خلاص يعني جو قلة الأدب اللي كان حصل في السوق من بعض التجار في إيدك تخرسه تجيب العربية وميت فل وتنزلها ومش هتدفع على ماليين جمرك وحطاتهم موديعة وتستردها بعد خمس سنين تجهز بها العيين ده الأسرة الوحدة أكتر من العربية الأسرة الوحدة أكتر من العربية اللي مش عاوز يجيب العربية ويبيع حالي أنا ما عنديش إقامة في حتة والله على كل شكرا جدا لحضراتكم والحسن المتابعة كل شكرا مرة تانية لسات النائب مصطفى السلم ووكيل لجنة الخطة والموازنة دقايق لا فيش دقايق سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم عشرة أما العبد لله يلتقيكم غدا لو كنا لنا العمر أول إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات سلامات